موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشترف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أعزائي عزيزتي المشاهدين والمشاهدات المتابعين والمتابعات لقناة نافذة العلمية مرحبا بكم إلى حصة جديدة من حصص دعم الضواهر اللغوية في هذه الحصة سنتناول جوازم الفعل المضارع الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا وكذلك الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين والتي تدخل ضمن الجملة الشرطية وكذلك سنتناول ما هي مكونات الجملة الشرطية مماذا تتكون الجملة الشرطية في الحصة السابقة سبق وأن تناولنا الفعل الصحيح نعم وقلنا بأن الفعل الصحيح هو الفعل الذي يخلو من حروف العلة وحروف العلة هي الوا والألف والياء نعم والألف مقصورة تسبق كل مكونا على حذا نعم تذكير نعم ببعض القواعد سواء بالنسبة للصرف التحويل أو التراكيب نعم أنواع الفعل المعتلي ثلاثة هنا في هذه الحصة سنتناول ثلاثة أنواع من الأفعال المعتلة الفعل المثال نعم وهو ما كان أوله حرف علة مثل وجد وعد وهب وصل وثب يا صور إذن هذا ما كان أوله حرف علة نعم يدخل ضمن الفعل المثال بالنسبة للفعل الأجوف قام صام قال باع مال إذن هو ما كان وسطه حرف علة لاحظوا معي وقد كتبت حروف العلة بلون مغاير بالنسبة للفعل الناقص دعا نمى على جنى مشى سعى نعم ما كان آخر حرف علة نعم يدخل ضمن الأفعال الناقصة إذن نمر الآن إلى الأسئلة أولا أميز الفعل المعتلى داخل الجمل وأبين نوعه نعم في هذه الجمل قد تكون أفعال غير معتلة أي تكون صحيحة نميزها ونذكر نعم نوعها الجملة الأولى صام المسلمون شهر رمضان حدث الأستاذة التلميذة بجائزة نعم حمل الأب الفواكه إلى المنزل جنى الفلاح الزيتون إذن نميز الأفعال في هذه الجمل إذن هي جمل فعلية نميز الأفعال ونحدد نوعها نعم ثانيا أضع مكان الفراغ فعلا معتلا مناسبا نعم فراغ التاجر النقود كذلك لدينا فراغ التاجر بضاعته فراغ القط على الفأر السؤال الثالث أستخرج الأفعال من الأسماء داخل الجدول وأبين نوعها نعم هنا في هذا الجدول لدينا أسماء ونحن سنشتق منها الأفعال وكذلك نبين نوعها نوعها الآن نمر إلى التراكيب تذكير أدوات الجزم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا لدينا في الجدول الأول أداة جزم هي لا ثم الفعل المضارع المجزوم هذه الأدوات أو الجواز يمتجزم فعلا مضارعا واحدا مثل هنا الجدول الأول لا ولا هنا تفيد النهي نسميها لا الناهية الجدول الثاني أداة جزم فعلا مضارع المجزوم إذن أداة جزم هنا هو اللام واللام هنا تسمى لام الأمر لنجتهد نعم الجدول الثالث أداة جزم فعلا مضارع المجزوم لدينا لم ينقاطع لم هنا كما تعلمون تفيد النفي في الجدول الرابع لدينا أداة الجزم ثم الفعل المضارع المجزوم لدينا لما تحصد لاحظوا معي هنا لا لام الأمر لم لما إلى آخر هناك نعم جواز أخرى هي أدوات تنتزم فعلا مضارعا واحدا في الجدول الثاني لدينا من يجتهد ينجح هنا أعزائي عزيزتي سنتناول هنا مكونات الجملة الشرطية إذن تتكون الجملة الشرطية كما تعلمون من أداة الجزم أو من أداة الشرط نعم ثم فعل الشرط ثم جواب الشرط لدينا هنا الجملة من يجتهد ينجح لاحظوا معي هنا من نعم جزمت فعلين مضارعين نعم إذن من أدوات الجزم التي تزم فعلين مضارعين لدينا إن ثم من ثم مهما ثم ما إلى آخر وهناك أدوات أخرى إذن هذه الأدوات التي تزم فعلين مضارعين أولا أضع مكان الفراغ جازما معنى جازما أي سنضع مكان الفراغ أداة جزم إذن لدينا في الجملة الأولى فراغ تنم باكرا والجملة الثانية فراغ تنظف يديك جيدا الجملة الثالثة لدينا فراغ تلعب بالنار الجملة الرابعة كبر الطفل وفراغ يذهب إلى المدرسة إذن سنملأ الفراغ بأدوات جزم مناسبة السؤال الثاني أضع مكان النقط فعلا مضارعا مجزوما لدينا لا فراغ عن الحضور ثم لي فراغ كل متعلم بواجبه ثم لدينا لم فراغ واجبه ثم الجملة الرابعة قطف التمر ولما نملأ الفراغ ثالثا أضع مكان النقط فعلا مناسبا مجزوما سنتناول في السؤال الثالث مكونات الجملة الشرطية أو ماذا تتكون الجملة الشرطية لدينا إن تجتهد نعم فراغ بالجائزة ثم لدينا من فراغ يشارك أثناء الدرس للسؤال الأول من مكون الصرف التحويل أميز الفعل المعتلى داخل الجمل وأبين نوعه إلى ذا لدينا الجملة الأولى صام المسلمون شهر رمضان الفعل هنا هو صام وهذا الفعل هو أجوف نعم وعدت الأستاذة التلميذة بجائزة الفعل هو وعدة لاحظوا معيون التاء وعدة التاء هنا تاء التأنيت لا محلها من الإعراب إذن الفعل هو وعدة وهو مثال لأن أوله حرف عل حمل الأب الفواكه إلى المنزل الفعل هنا حمل لاحظوا معي هنا هذا الفعل وقد خلا من حروف العلة إذن هذا الفعل ليس بمعتلا وإنما فعل صحيح سالم لا هو بمضعف ولا هو بمهموس جنى الفلاح الزيتون الفعل هنا جنى آخره حرف علة إذن هو فعل ناقص السؤال الثاني أضع مكان الفراغ فعلا معتلا مناسبا إذن سوف نملأ الفراغات بفعل معتلا مناسب الجملة الأونة جنى التاجر النقود نعم الفعل هنا جنى وهو فعل ناقص لأن آخره حرف علة إذن هنا جنى التاجر النقود جنى هنا بمعنى رابحة نعم باع التاجر بضاعته الفعل باع هنا هو أجوف إذن هو معتل أجوف إرتمى القط على الفأر لاحظوا مع الفعل إرتمى كذلك آخره حرف علة إذن فهو ناقص نمر إلى السؤال الثالث أستخرج الأفعال من الأسماء داخل الجدول وأبين نوعها نعم الإسم هنا وصول الفعل المشتق وصل نوعه مثال لماذا لأن أوله حرف علة قيام الفعل هنا قام هذا الفعل هو أجوف جلوس الفعل هنا جلس إذن هذا الفعل هو كذلك خالي من حرف العلة إذن فهو صحيح سالم مشي الفعل مشى آخره حرف علة إذن هو ناقص التراكيب أولا أضع مكان الفراغ جازما لتنم باكرا أمكان الفراغ وضعت لام نعم واللام هنا تسمى لام الأمر كذلك الجملة الثانية لتنظف يديك جيدا كذلك لام الأمر لا تلعب بالنار هنا لا لا تفيد الناهي أو لا الناهية كبر الطفل ولم يذهب إلى المدرسة لم هنا تفيد النفي ثانيا أضع مكان النقط فعلا مضارعا مزوما إذن هنا لدينا أدوات الجزم ونضع مكان الفراغ فعلا مضارعا مزوما مناسبا لا تتأخر عن الحضور فعلا مزوما بلا ليقوم كل متعلم بواجبه يقوم هنا الفعل قام مزوم بلا لم ينجز واجبه لم ينجز واجبه الفعل هنا ينجز نعم هنا فعل مزوم بلا قطف التمر ولما ينضج ثالثا أضع مكان النقط فعلا مناسبا مجزوما إن تجتهد تفوز بالجائزة إذن تفوز هنا هذا يسمى جواب الشرط إن نعم أداة الشرط تجتهد فعل الشرط تفوز جواب الشرط من يراجع يشارك أثناء الدرس نعم لاحظوا معي كذلك من هي أداة الشرط يراجع وفعل الشرط يشارك جواب الشرط إذن هنا تناولوا نعم مكونات الجملة الشرطية أي من ماذا تتكون الجملة الشرطية من أداة الشرط ففعل الشرط هم جواب الشرط عزائي عزيزتي أشكركم على انتباهكم وعلى إنصاتكم إلى ذلك من الحين تمتم في حفظ الله ورعايته وإلى الملتقة ترجمة نانسي قنقر شكرا